السلام عليكم ازايكم؟ لما تيجي تبص على الجلسة اللي حصلت مبارح في مجلس الامن هتلاقي الجلسة دي كتجاريبة شوية فيها عدة نقاط كده لازم ان انت تطفوا قدامها زي ايه؟ زي ان كل الشعب المصري وكل العالم تقريبا اللي بيتكلم مع سامح شوكري وزير الخارجية المصري العظيم كله عاوز يطلع منه كلمة حرب يعني بص كل الناس اللي في المؤتمر الصحفي اللي بعد الجلسة دي كلهم عاوزين يطلعهم منه كلمة واحدة بس قلنا ان مصر هتحارب ما طلعتش من لسانه ليه؟ مش دوره مش دوره هو دوره يقول كلام دبلوماسي وهو قال كل حاجة يعني تقريبا انا شايف ان خطاب استاذ سامح شوكري في مجلس الامن اقوى خطاب من وقت كبير جدا اقوى خطاب لوزير خارجية من وقت كبير جدا وتقال فيه كلام ما تقالش بالكده وبصراحة الرجل كان قوي جدا عفكرة استاذ سامح شوكري له مواقف كده جمدة جدا انت يا ناسي لما خاد ميكروفون الجزيرة وحطه على الارض لما كانت الجزيرة بتشتم مصر لا الرجل ده شخصية قوية من افضل الشخصيات اللي اتمثل مصر في الخارج حد عظيم بس هو عمره ما هيطلع يقول كلمة حرب مش بتاعته ما الوزير الدفاع بيعمل ايه؟ وزير الدفاع هو اللي يطلق التصريحات دي وزير الخارجية لازم يتكلم بطرق دبلوماسية وحيئة لما تيجي بص على جلسة مجلس الامن دي دي النهاية يعني النهاية ده اللي حصل في الاخر انما قبل الجلسة دي في كمية شغل عمل وسامح شوكري جير طبيعي على فكرة الراجل مجيش امبارح او النهاردة خالص ده بقاله كم يوم قاعد في نيويورك هو وزيرة الخارجية السودانية قاعدين يحشدوا في اعضاء مجلس الامن الخمستاشر ويقعدوا تكلموا معاهم يا جماعة شوفوهونا صد النهضة وما سابوش حد جيروا وتكلموا معاهم حقيقة في كم نقطة كده لازم اؤكدلك عليها اوعى تنتظر قرار من مجلس الامن اوعى تفتكر ان القرار حيطلع النهاردة او بكرة او بعده خالص على فكرة القرار حيصدر من يوم 14 ليوم 16 اسمع مني بقى معلش يعني معلومة دي خدها مني كده واحسبها علي من يوم 14 ليوم 16 هيصدر القرار امتى معرفش بس في الايام دي تاني حاجة احتمال لو القرار جامد شوية او في كلمتين حلوين احتمال دولة تستخدم في فيدو من الدول اللي انت سمعتهم اللي هما مين امريكا والصين وروسيا وانا هستبعد امريكا وهافضل مع الصين وروسيا ليه الصين وروسيا بالذات الصين وروسيا عايزين يدخلوا اثيوبيا مكان امريكا يعني هما شايفين علاقة اثيوبيا بامريكا زي الزفت فعايزين يستغلوا الموضوع ده تاني حاجة خلي بالك ان اللي بيحسب الامريكان دلوقتي في مجلس الامن ده نوع من انواع الضغط على اثيوبيا يعني ايه يعني اولا لازم تعرف ان روسيا مش معاك اوي والصين مش معاك اوي في الملف ده بالذات يعني هما مش معناك كده انه علاقتهم بيك زفت بس انا بقولك في الملف ده بالذات هما مش هياخدوا صفك اوي هلا هياخد صفك الامريكان ليه وده مش تعظيم في الامريكان ولا انا بقولك ده امريكا ده عظم حاجة ولا اي حاجة بس كل نظرية ان الامريكان بيعتبروا مسندة مصر والسودان في ملف سد المهضة ده نوع من انواع الضغط على اثيوبيا وهم شايفينه كده تخليص حق يعني شغل الامريكي بقى اللي هو ايه طب اهو طب ليه انا بقولك طب اهو في مجلس الامن بالذات امريكا المهيمنة يعني الروس بيعرفوا يستخدموا فيتو انما الامريكان هم المهيمنين تحس كده كل حاجة بتحصل برغبة امريكا بدليل ان كان اكتر من عضو في مجلس الامن عاوز يدين اسرائيل او حتى يطلع ببيان ضد اسرائيل وما نكحوش ده امريكا متحكمه في كل حاجة فاللي بيحصل ده برغبة الامريكان طب هو ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان المجلس الامن بيناقش ملف سد النهضة ده لتاني مرة ده على فكر الموضوع ده مش سهل تماما كون ان انت تفرد على مجلس الامن ان هو يناقش الملف ده لتاني مرة ده انتصار عظيم جدا ده انتصار دبلومايسي غير طبيعي هو عتستهوم بالموضوع ده لان اصلا على حسب وكالة الانادول بتقولك على فكرة بقى اعضاء مجلس الامن في بينهم اصلا خلاف حوالين مناقش للقرار ده احنا بنقشه ليه ده مش مكانه هنا ده قضية بتاعت مية احنا مش حاوزين نقاشها هنا فيقولك الاعضاء اصلا يعني مخصوبين كده ان هم بيناقشوا ملف متضايقين ده وكالة الانادول التركية طيب تاني حاجة وكالة الانادول بتقولك اصلا الاعضاء او في جزء متزايد من اعضاء مجلس الامن شايفين حتة ان التفاوض لمدة 6 اشهر اللي هي مشروع القرار التونسي ده في ضده رفض جوا مجلس الامن برضو الانادول او وكالة الانادول هي مطلعة القرار ده او هي مطلعة الكلام ده ان الاعضاء مش مفقين قوي يعني شايفين القرار التونسي اللي هو وقف الملء الثاني واللي جهل للتفاوض لحد يناير عشان تطلع بالقرار ملزم او التفاية ملزمة شايفين الموضوع ده مش حلو لا مش عاجبنا في حين اثيوكيا ملت يعني احنا اصلا قاعدين في مجلس الامن واثيوبيين ملوا اصل ملوا السادة على فكرة الملء الثاني بالشكل الموجود دلوقتي اربعة مليار متر مكعب من مصر رحيح بحسة مصر دلوقتي بالممر الاوسط لسه معليش والامكانات تحت السادة الضيعة دي اربعة مليار متر مكعب راحهم مصر مع اكتمال الملء الثاني واهم نقطة في الموضوع ده كله ان مجلس الامن ده اخر نقطة دبلوماسية يعني ده اعلى حاجة دبلوماسية تقدر توصل لها بعد كده عسكرية مفيش كلام تاني كل حاجة بعد مجلس الامن ده لو مخدتش قرار لو مفيش حد قال حاجة بتلجأ عسكرية تماما هو ايه اللي حصل في الجلسة دي؟ عاوستعرف؟ احاول لك وشان اقول لك لازم احكي لك القصة من الاول القصة قالها تبتدي ان روسيا معلش انا مركز على دول روسي بالذات لان انا حاس ان الروس مش مأيدين اول برغم ان هم رجعونا الى رحلات التجارية يعني اللي هي رحلات الشارتر والكلام ده كله ترجع تاني للمنتجعات المصرية ده قرار جيد في حين ان كلمة روسيا او مندوج الروسي في مجلس الامن كانت وحشة وفي نفس الوقت اقتراحه اوحش هو بيتكلم فيه بقى الرجل طلع بعد جلسة مجلس الامن ده قال لك اقتراحه زيو فولا احنا نجيب الدول التلاتة نيويورك نيويورك هو قصده هنا مجلس الامن او يقعوده في النيويورك هو موضحش او الخبر مش موضح هيقعوده جوا مجلس الامن وللا هيقعوده فين؟ بس انا اعتقد مندوج روسيا اكيد بيقترح جوا مجلس الامن هو بيقترحش على واشنطن اصل واشنطن دي العاصمة بس هو بيتكلم ان هو يجيبهم نيويورك يعني اكيد يعودوا جوا مجلس الامن ده تحليلي هو ما قالش كده بس هما يعودوا جوا مجلس الامن ويعودوا يتفاوضوا ده اقتراح روسي ليه؟ روسيا مش عايزك تضرب الروس مش عايزين الضرب يتم موردوش اسلحة بشكل رسمي لاثيوكيا ماخدوش قرارات ضدك بشكل عالمي بس هو مش عايزك تضرب هو عايز ياخد مكان واشنطن والدليل من تصريحاته بص تصريحاته بيقولي بيقولك على فكرة احنا بنشعر بقلق من لغة التهديد والتصعيد اللي بين الدول التلاتي في ملف سد النهضة ايه الكلام ده؟ يعنيين لغة التهديد؟ ده واحد حيموتني تقولي بهدد يا انت كروسي ده انت اكتر ناس اجراسف في العالم تقريبا هما الروس يعني الروس دول معروفين ان هما اجراسف جاي يقولي لغة التهديد طب وانت سايب التصرفات الاحدية ان واحد بيملس سد وبياخد مية من عندك غصبا عنا علني وراسمي وتيجي تكلم في لغة التهديد مين اللي قطلك لغة التهديد؟ معليش يعني هل اثيوبيا؟ لا اثيوبيا نفذت هو بتكلم عليك انت والسودان وفي الاخر قالك بقى ايه كان مدين حلوين قالك على فكرة هندرك تماما اهمية سد النهضة الاثيوبيا بس احنا متفاهمين القلق المصري والسوداني سيدي الله علي طب تيجي تبص على لغة الصين الصين بتقولك على فكرة سد النهضة ده حاجة مهمة جدا واحنا معا ان هو يكتمل بس احنا برضو مع الحل بين الدولة التلاتة على فكرة اغلب الاعضاء هتلاقي كلامهم مرسل يعني كلام بتاع انشاء يعني مثلا انتع فرنسا كان موضوع تعبير انا شايفه كده بيقرأ من ورقة فيها موضوع تعبير اقوى خطبين هو بتاع مصر والسودان بس بتاع اثيوبيا ده راج الاهبل اصلا متوقفش عنده وش يعني الراجل بيقولك الصد العالي اعلى من سد النهضة ايه لهابلد ده على فكرة ده سد بتاع دولة مصاب السد العالي ده احنا بتاع دولة مصاب ومعلومة بس طالعة من وثائق بتاع بي بي سي ان انت لما بنيت السد العالي اثيوبيين اعترضوا تيب بقى الكوميديا اثيوبيين اعترضوا عالسد العالي لما بني قلاك لا انت ما نسكتش معنا ونسك معاك ليه انا دولة مصاب أنا النيل بيروح عندي يترمي في البحر أعمل في الماء اللي أنا عاوزها أنا ما واريش حد تاني فالأثيوبيين تملي وقدين صف المظلومية بأي هبب يعني ما علينا الوحيب بس مش عاوز يقول أي كده أما إثيوبيا فتبدو كأنها تنأب نفسها عن أي مطالبات قد تخرج بها جلسته مجلس الأمن يقول إبراهيم إدريس عضو لجنة الفنية الإثيوبية في مفاوضات سد النهضة إن اجتماع مجلس الأمن لا يمكنه أن يوقف التعبئة الثانية فلا إيطار قانونيا دوليا يجبر إثيوبيا على توقيع اتفاق لهذه الغاية فما وقف الصين بيقولك لا إحنا بندعم الجهود الدبلوماسية وكلام ده كله وبندعم اكتمال بناء السد حقيقة لازم تعرف إن سد النهضة ده مبني بأموال صينية يعني الأثيوبيين خدوا قرد من الصينيين اشتبأ فاهم بس عشان يكملوا به بناء السد وأنا كنت جبت لك المصادر تثبت كده وعملت فيديو عن موضوع ده أكتر كلمة كانت في صفك هي من تونس أكتر حد يوقف معاك هو التوانسة كلمة المندوب التونسي كانت جيدة جدا بيقولك نهر النيل ده مورد غاية في الأهمية وهناك حاجة مرحة للاتفاق بخصوص نهر النيل يقول زي ما يقول بس تونس هي العضوك اللي مقدمة مشروع قرار ينصفك واللي إنت راضي عنه إن أثيوبيا لازم توقف المرأة الثاني بأي شكل وترجع للتفاوض في خلال ستة أشهر تن دي على اتفاقية ملزمة فتونس أقدر عدو ووقف معاك وعلى فكرة تونس بتمثل أعضاء العرب جوه مجلس الأمن هو عتنسى خطاب جامعة الدول العربية ليه مجلس الأمن؟ تعتبر تونس كده هي الممثل بتاع العرب بتاع كينيا يعني بس أغلب الكلام كلام إنش قوي كلام أي كلام اللي عجبني بتاع السودان في آخر كلمة ليها وقالت إيه أدعى فكرة لو مجلس الأمن ما خدش قرار أو طلع ببيان ملزم أو أي حاجة توقف أثيوبيا يعني الملء الثاني هنأتبر كده إن ده موافقة رسمية لأثيوبيا إنها هتكمل الملء الثاني وش؟ مستسامح شكري؟ أقوى خطاب دبلوماس خطاب سامح شكري قال إيه؟ بص بقى قالك مصر تتعرض لتهديد وجود وإذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وطاصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها ألا قوانينه والأعراف وأسائدته بين الأمم ومقتدياته البقاء ده كلام ده ده اللي إحنا كنا بنقوله ده كل التوك شوز اللي كانت بتقوله استسامح شكري عبر عن كل مصريين في كلامه قالك مصر تواجه تهديدا وجوديا كلام خطير جدا عرف وجوديا يعني يعني مصر دي متبقاش موجودة لا قدر الله يعني واحد حيقط عنيه لعنك وإن التهديد ده بيطال 100 مليون مصري 100 مليون مصري يعني شعب كله إحنا تعددنا جوه مصر 102 مصر سبق أن حذرت من خطورة سد النهضة العام الماضي العام الماضي ده هو قصده الجلسة اللي عقدت العام الماضي بتاعت مجبس الأمن وإن أثيوبيا بدت الملء الثاني بشكل مفرد يعني مخدتش عرقنا وأفشلت المفاوضات لمدة 10 سنين إحنا بنتفاوض لمدة 10 سنين في دولة اتفاوضت على مية 10 سنين أنا عملي ما شفتها ولا أسمحتها أخطر كلمة بيقولك إن مصر ما زالت تمارس أقصى درجات ضبط النفس كلمة دي بينا جدا إن مصر مسكة نفسها للآخر بخصوص أثيوبيا هل مثلا لو طلع بيان أو قرار من مجلس الأمن هل ده هيعرقل الجهود الأثيوبية يعني مثلا طلع مجلس الأمن في بيان قال على أثيوبيا إنها تفرغ المياه اللي احتاجتها وعلى فكرة مصر بتأمل في حاجة زي كده بس مش تحصل يعني مصر بتأمل إن مجلس الأمن يطلع بحاجة زي كده عمرها ما هتيجي بس حتى لو طلعت أثيوبيا هترفض شوف الفئة دي أثيوبيا هترفض تماما وده باين منين باين من تغريدة نزلها أبي أحمد قبل جلسة مجلس الأمن دي دعا فيها الأثيوبيين للاحتشاد للدفاع عن مواردهم وكل يا جماعة اللي بيزرع ومواردنا الزراعية والكلام الكبير ده كله تغريدة كانت تصعيب بشكل كبير جدا من أعلى ردبة في أثيوبيا رئيس الوزراء ده أعلى حاجة في أثيوبيا وعد يقول احنا لازم نكمل المالء الثاني وده أملنا كلام حلو أما وزير الرأي الأثيوبي قال لك على فكرة مناشت ملف صد النهضة في مجلس الأمن معضيعة للوقت الناس دي مش ممكن يشوف الناس دي أنا مشوفتش عجرافة كده على رأي سالح شكري قال لك هم متوهمين إن هم حيهيمنوا على نهر النيل ده واحد في الآخر أنا بس عاست تفهم حاجة معينة القرار اتاخد خلاص اللي بيحصل ده ممكن أصدق وزير الرأي الأثيوبي برغم إن هو متعجر في كلامنا كله إن اللي بيحصل ده مرحلة تضيعها بس إحنا بالنسبة لنا مهمة جدا ليه؟ على فكرة مصر مش راحة تضلع قرار مش بقى أجيب لك من الآخر إحنا مش راحين منتظرين قرار من مجلس الأمن مصر بتبلغ مجلس الأمن ظاهريا إحنا بتوع تفاوض وإحنا بس راحين نتفاوض يا جماعة ادونا الاتفاق ملزم بس تحت الترابيزة إحنا بجايين نقول لكم إن إحنا جنالكو مرة إيه وإنتو ما عملتوش أي حاجة وزي موزيرة الخارجية السودانية قادي لو ما أصدرتوش قرار يبقى أنتو كده موافقين على اللي بيحصل وإحنا كمصريين عارفين ندافع عن حقوقنا زي ما الأستاذ سامح شكري قال في الآخر إذا بكنش راح تلك الموضوع بشكل مبسط ارفع راسك فوق إنت مصري وهيتضرب وعلى فكرة كل اللي بيحصل ده في مصلحتك واللي إنت شايفه ده شو استعراض للقوة من كبير مصر ديبلوماسيا على الأقل وهيتضرب وعلى اللي إنت عاوزه سلام اشتركوا في القناة